اعلنت هيئة تشاور المصالحة المساندة لمجلس القيادة الرئاسي تشكيل وفد موحد للتفاوض لإنهاء الحرب وإحلال السلام وفي اجتماعها بعدا أكدت الهيئة أن تشكيل الوفد التفاوضي سيأخذ في الاعتبار المعايير المؤسسية عند اختيار أعضائه والتركيز على الخبرة التفاوضية والديبلوماسية والتخصصات المطلوبة وكذا إعداد استراتيجية التفاوض لتحقيق السلام الشامل والعادل والاستعانة بالفرق الفنية لمساندة الوفد التفاوضي خلال الاجتماع تم التأكيد على ضرورة التزام جميع الأطراف بالتوقف عن أي شكل من أشكال التصعيد وإزالة كل مظاهر العزل والتهميش أو التقييد لأي طرف أو فرد من الأفراد المشمولة بالمصالحة الوطنية فضلا عن حصر وإطلاق جميع المحتجزين لأسباب سياسية كما أوضح البيان الصادر عن الاجتماع أن أفضل وسيلة لبناء الثقة بين الأطراف المختلفة تتمثل في الاعتراف المتبادل بمخاوف ومصالح جميع الأطراف من خلال تحديد هدف المصالحة وصياغة مشروعها بطريقة توافقية واضحة لا تقبل اللبسة أو التأويل وأكدت الهيئة دعمها لرفع القيود والعقوبات الدولية عن كل الشخصيات الاعتبارية التي تعترف بالشرعية وتسندها وتناهض لانقلاب الحوتي وناقشت الهيئة الموجهات العامة لخطة عمل الهيئة وفق مهامها في إعلان نقل السلطة وقدم أعضاء الهيئة عددا من المقترحات والأفكار المهمة ذات الصلة بالإضافة إلى أفكار عامة لتشكيل اللجان الدائمة للهيئة وفق اللائحة الداخلية المقرة وقدم المشاركون عددا من المقترحات المتعلقة باللجان مشددين على ضرورة تمثيل كافة القوى ووضع معايير للاختيار وتحديد قوام اللجان والجانب التنظيمي الخاص بها وأشاد الرئيس وأعضاء الهيئة بالتعاطي المسؤول من جانب أعضاء هيئة التشاور والمصالحة الذي يمثل انعكاسا لحرص القوى والمكونات والأحزاب السياسية على حماية التوافقات والشراكة التي أسستها مشاورات الرياض 2023 وأكدت الهيئة أن طريق السلام يبدأ من هزيمة الميليشيا الحوثية وانتهاء المشروع الإيراني مشددة على ضرورة قيام الهيئة بالعمل على توحيد المكونات السياسية لاستعادة مؤسسات الدولة ترجمة نانسي قنقر